بإقليم شفشاون أشرف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على إطلاق أشغال وزيارة عدد من أوراش بناء مؤسسات تعليمية وهكذا حل السيد سعيد مزازي الذي كان مرفوقا بوالي جهة الطنجة طوان الحسيمة عامل عمالة الطنجة أصيلة وعمل إقليم شفشاون حل بورش بناء إعدادية لوبار الواقعة بجماعة شفشاون والتي تتضمن ست قاعات للدراسة وقاعتين لتعليم المواد العلمية كما وتم بالمناسبة إعطاء انطلاقة أشغال بناء إعدادية وداخلية على مساحة السبعة آلاف متر مربع بجماعة تاسيفت اليوم البرنامج يستطرناه بالنسبة لإقليم شفشاون هو منح كل جماعة قروية بإعدادية وإن شاء الله من بعد سنزيد ونطوره هذا العرض المدرسي في إطار المؤسسات التأهيلية وده بغادي يمشي إن شاء الله للجبهة أيضا لتفقد واحد العدد دي المشاريع اللي فيهم واحدة ندرسة جماعاتية وإعدادية ومؤسسات أهيلية باش أيضا في إطار منح استفادة دي التامدروس للأطفال دي المجال القروي ولسيما للفتاة القروية برنامج زيارة وإطلاق أشغال بناء المؤسسات التعليمية بإقليم شفشاون يسعى إلى تمكين كل جماعة قروية بالإقليم من التوفر على مؤسسة للتعليم الثانوي الإعدادي في أفوق تطوير العرض التربوي ببناء مؤسسات للتعليم الثانوي التأهيلي